اشتركوا في القناة هذا الاسبوع بتمنى ان كل واحد يسمع برجه ويسمع طالعه اذا ما بتعرف طالعك تنزل على صندوق الوصف في موجود روابط رابط بعلمك كيف تستخرج طالعك ورابط في جدول لاستخراج الطالع وصفات الطالع ورابط له علاقة بموقع تقدر تدخل من خلاله وتستخرج طالعك يعني شارح لك كل الطرق اللي تقدر انت تعرف من خلالها الطالع تاعك لانه اذا ما عرفت الا برجك يعني او اسمعت برجك فممكن التوقعات تنطبق عليك ما بين 60% لغاية 70% ممكن اذا كان برجك هو الغالب عليك يعني تصل التوقعات لـ 80% ولكن اذا عرفت طالعك وقارنت يعني سمعت البرج لنفترض انك انت سمعت برج الحمل ورحت انت سمعت كمان لبرج اخر اللي هون لنفترض القوس ودمجت ما بين التوقعين يعني ما بين الايجابيات هون والايجابيات هون واخدت السلبيات من هون وحطيت السلبيات هون وين التحذيرات وين الامور هاي فبتطلع بتوقعاتك انت بنسبة عالية جدا يعني تصل لمرحلة ما بنقول 95% بتصل لـ 90% من التوقعات يعني الى انه اذا بدي اعطيك توقعات اليك شخصي فهاي امور اخرى الها حسابات اخرى على حسب خرطتك وكواكبك وبرضو الكواكب الموجودة واقتراناتها مع بعض تحولاتها تحولات الكواكب هاي كل سنة او التحولات السنوية يعني بمعنى اخر انه اشي خاص فيك انت ولكن عشان نقرب المسألة الى اقرب خاني ممكن من التوقعات فانا بقول لك اسمع برجك واسمك طالعك طبعا بالنسبة للكواكب خلال فترة هاي او التنقلات اللي راح تصير خلال الاسبوع هاد من يوم الخميس اللي هو اثنين سبعة القمر راح يكون متواجد بالقوس ما قبلها طبعا ولكن احنا منقول من يوم الخميس اللي هو اليوم اللي هو نشرنا للتوقعات ورح يستمر موجود في لغاية صباح يوم السبت اربعة سبعة من صباح يوم اربعة سبعة راح يستمر موجود في الجدي لغاية ظهر يوم الاثنين ستة سبعة من ظهر يوم الاثنين ستة سبعة رح يتواجد لمنتصف ليل اليوم الاربعاء على الخميس يعني بيكون موجود بالدلو من منتصف ليل الاربعاء على الخميس ولغاية صباح يوم السبت 11 سبعة بيكون موجود القمر بالحوت ومن صباح طبعا يوم السبت وما بعد بيكون موجود بالحمل هاي مختصر لتحركات القمر كيف رح يتحرك خلال هذا الأسبوع طبعا عشان تعرف خلو المسار ما بين الانتقال والانتقال الزوايا الفلكية الأمور هاي كلها بتتابع الأخبار اليومية لأنه احنا في التوقعات اليومية بنعمل كل البيوت يعني مش بس على العاطفة وعلى العمل وعلى الأمور هاي اللي متعودين أنتوا تسمعوها لا احنا بنعمل على كل البيوت اللي إلها علاقة بكل مسارات الحياة يعني بتبدأ من مرحلتك الشخصية وبتنتهي لغاية بيت متعبك والأمور الضاغطة عليك والأحداث اللي ممكن تمر عليك بخلال اليوم بتفاصيله اللي منحاول قدر الإمكان أن نغطيها بالكامل خلينا نروح على أول إشي نشرح نشوف الكواكب وين موجودة بالنسبة لبرجك برج الثور طبعا الشمس موجودة في بيتك الثالث وعطارد موجود في بيتك الثالث يعني بيت الاتصالات تنقلات الحوارات النقاشات التسويق التجارة كله باعتمد على البيت الثالث على برضو باعتمد على السيارات باعتمد على التليفونات باعتمد على التواصل كل الأمور هاي إلها علاقة بالبيت الثالث طبعا في حلقة إلها علاقة بشرح البيوت بتقدر أنت تروح وتسمعها وبما أنه الشمس بتعطيك إيجابية وهي في بيتك الثالث يعني زاوية تسديس معاك معناته قوة هاي للموضوع إلا أنه عطارد بيتراجع فعشان هيك هدولة الكوكبين واحد بعطيك إيجابية على الموضوع واحد بيعطيك سلبية على الموضوع فعشان هيك بتلاقي الأمور متقلبة على كل الأمور اللي إحنا ذكرناها أهم شيء أنك تنتبه أثناء القيادة قيادة السيارة بالشوارع المفتوحة خوفا من التعرض لحوادث أو إصابات والعصبية لأنه عطارد بيستفز في كثير من المواقف بيخليك عصبي أو تتصرف تصرفات شوي تكون مش مدروسة أما بالنسبة للزهرة فالزهرة موجودة في البيت الثاني يعني بيت المال وهي هيك معناته هي بتعزز أمور أو بتجيب لك فرص لها علاقة بالأموال إما عن طريق أعمال إضافية أو عن طريق مشاريع أو عن طريق صفقات تجارية عن طريق دعم عن طريق مستردات مالية هبات مساعدات هدايا كل إشي إلو علاقة بالأمور المالية إلو علاقة بالبيت الثاني فعشان هيك الزهرة بما أنه موجود وهو بحركة سعيدة معناته هو رح يدعمك على هذا البيت ويجيب لك فرص يحاول أنك أنت تستغلها بالكامل في أشخاص بيقول لك إحنا ما منشتغل إحنا قاعدين في البيت أو إحنا ربات بيوت إحنا ستات قاعدات في البيت ما منشتغل هاي بتعزز لك بعض المكاسب أو الأشياء اللي إلها علاقة بالإدخار يا إما أنك بتحصلي على أموال بتأخذيها أو بتجي كهبة أو مساعدة أو نوع من أنواع الدعم أو من الزوج أو من أحد الأبناء أو من الإخوة أو من أي شخص فممكن تفتح لك مجالات إلها علاقة بالمال وبالمقابل عندي قدرة على إدخارها وفي أشخاص بيقول لك يا عمي أنا لا عندي شغل ولا عندي في البيت ولا عندي أبن بنقول لهم برضو بعطيك فرص إلها علاقة إما بالديون أو إلها علاقة بالقروض أو إلها علاقة بالتسويات المالية أو إلها علاقة بالفوترة برضو رح تساعدك على أمور إلها علاقة في البيت في بيت المال أما بالنسبة للبيت التاسع البيت التاسع اللي هو بيت السفر بيت الدول الخارجية بيت الأكاديميات التعليمية بيت الدورات الدراسية بيت التعلم بيت الثقافي بيت المراسلات بيت المشتريات من خارج البلاد بيت الأمور اللي إلها علاقة برضو في أوراق قانونية ومعاملات يعني كل إشي إلها علاقة بالسفر وخارج البلاد أو الاهتمام بخارج البلاد إلها علاقة في البيت التاسع وبما إنه الأمور موجودة إنه عندك أنت بلوتو بيتراجع وعندك المشتري بيتراجع وعندك زحل الآن برضو موجود في البيت التاسع وبيتراجع فهو بيحدث لك خلافات على كل هاي الأمور اللي إحنا ذكرناها فعشان هيك بدك تنتبه إذا عندك امتحانات أو عندك دراسة بدك تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحضوض وبرضو إذا عندك أي إشي لعلاقة بالسفر أو التنقلات خصوصا بالسيارة أو الشوارع المفتوحة بدك تحذر أثناء القيادة وفي نفس اللحظة إذا كان فتح مجال السفر وصار في مجال للسفر ويجدك تسافر بدك تتفقد كل أغراضك أو وثائقك فيزدك كل إشي لأنه ممكن تسبب لك بعض العركسي أثناء السفر وبرضو بتجيب لك من علاقاتك خارج البلاد بعض الأخبار اللي بتكون محزنة أو بتسيئك أو بتذيقك أو بعض العلاقات مع أجانب بتجيب لك بعض المشاكل أما بالنسبة للمريخ المريخ موجود في بيت متاعبك فبما أنه موجود في بيت متاعبك فهو بضرك على حالات أول إشي بيجيب لك مشاكل على مستوى العمل وبيجيب لك مشاكل مش على العمل في مكان عملك هو تحديدا بيجيبه على إنجاز بعض الأعمال فعشانيك بيخلي الأعمال تتراكم عندك ما تقدر تنجزها تهمل بإنجازها هاي الأمور وبيجيب لك برضو تقلبات على المستوى الصحي فعشانيك بضرك وخصوصا في المناطق اللي إلها علاقة بالصداع وإلها علاقة بألام الفقرات الجيوب العيون كل شيء بالرأس بيكون عرضة لبعض التعب بالفترة هاي بدك تدير بالك وبرضو بيحذرك من الدخول على أماكن مجهولة أو من أماكن صعبة أو أماكن فيها تفجيرات أو فيها عنف أو فيها مخاطر ما تدخلها وما تخوض فيها برضو ممكن يخليك تقلق على أحد الأحبة أما بالنسبة بالنبتن نبتن موجود في بيت الأصدقاء بيتك 11 وبتراجع فمعناته رح يعطيك سلبية هو إلو علاقة بالأفكار والأوهام والخيالات وبما أنه موجود في هذا المكان معناته رح يخلق لك نوع من الوهم أو الوسواس على أحد الأصدقاء أو المعارف أو تشك في بعض الأشخاص أنهم بتآمروا عليك أو كان في لمة مثلا أو حفلة مناسبة شغلة زي هيك يستغابوك أو تآمروا عليك هاي الأمور كلها بيكون خيالك بيعززها بشكل أكبر وبخوفك بشكل أكبر وبيعزز النقاط الوهمية عندك بشكل كبير أما بالنسبة لأورانوس اللي موجود عندك في بيتك الأول فهذا بحدث تطورات أو تغييرات مفاجئة وكبيرة وبسرعة هائلة جدا إما بتكون هاي التغييرات إيجابية أو بتكون التغييرات سلبية على المستوى الشخصي فعشان هيك برضو بدك تكون حذر ومنتبه منه خلينا نروح على توقعاتنا الأسبوعية من يوم الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر حكينا موجود بالقوس وبما إنه موجود بالقوس معناته كل التركيز بدي يكون على تنظيم أموركم المالية المشتركة الفرصة بتكون متاحة لمكسب مال من مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة سارع لتهديئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على رأي الغير ممكن تتلقى مساعدي أو تعاطف بالفترة هاي عليك التحلي بالليوني والتفكير الموضوعي من صباح يوم السبت وحتى ظهر يوم الاثنين القمر بصير موجود بالجدي فعشان هيك في الفترة هاي بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصال اتصالات البعيدة تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم لا تجعل شيء يحبطك التطورات غنية بالفرص المناسبة بتنحسر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا فترة مناسبة لأمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد وبرضو مناسبة لورشات العمل من ظهر يوم الاثنين وحتى منتصف ليل يوم الأربعاء على الخميس بصير القمر موجود في الدلو هاي الفترة بتكون مناسبة للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه تنجحوا في تدعيم مركزكم الاجتماعي حضر لعملك بشكل جيد ما ترتجل يعني حاول أنك ما ترتجل المواقف بدك تكون مستعد وبرضو في نفس اللحظة ما تتسرع بالتصريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسؤوليات أو ممكن تواجه أمر صعب ومعقد بالفترة هاي أهمش أنك تلتزم بالمسؤوليات يعني فترة واعدة بأكثر من شيء على حسب تحركاتك وعلى حسب حقل اختصاصك من منتصف ليل يوم الأربعة على الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود بالحوت هنا بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون يعني منهم وبوسعك تحقيق أمنية بمساعدة أحدهم مع نوياتك مرتفعة وحضوظك جيدة احترم القوانين والمواعيد وما تماطل يعني ما تتأخر عزز شعبيتك وافرح مع الأصدقاء والأحباء ممكن تنجح في إنعاش العلاقات العامة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء